اهلا بكم من جديد يعتبر قصر النظر هو السبب الأكثر شيوعا لضعف الإبصار لدى الأشخاص الذين تقلوا أعمارهم عن 40 عاما ولكن في السنوات الأخيرة زاد انتشاره بمعدل ينظر بالخطر فهل التغيير الكبير الذي ترأى على حياتنا دور في ازدياد معدلات قصر النظر أم أن عوامل مختلفة ترعب دورا في هذا المجال للمزيد ينضم إلينا من دبي الدكتور أمين صالح السليم استشاري الطب والجراحة العيون دكتور صباحك الله بالخير صباحك الله بالخير والعافية يا أهلا وسهلا دكتور ما هي الأسباب التي تجعل قصر النظر شائعا ما بين الشباب ومنهم أقل من 40 عاما يعني ما فوق الأربعين نعلم أنها قد تكون تقدم في السن وأحكام القدر لكن اللي أقل من هذا العمر أساسا فوق الأربعين بيكون عندهم غالبا معظم الناس بعد نظر إذا ما كان عنده قصر نظر من وهو طفل صغير يعني في العشرين الإنسان الطبيعي بيوصل للأربعين بيصير عنده حاجة اسمها بعد نظر ما بيشوفش القريب بيشوف البعيد إنما في الأطفال قصر النظر هو الشاعع وهو الأكثر شيوعا بين البشر والسباب متعددة منها الشيء الوراثي من الجينات ولكن في الفترة الأخيرة زادت هذه القصر النظر بشكل كبير بسبب استخدام الشباب والأطفال للأجهزة الإلكترونية وإدمانهم عليها لساعات طويلة من ما يؤدي إلى تقوية عضلة العين وتحده بالعدسة بالشكل الزائد فيكون قزء عامل مساعد إذا كان الطفل عنده استعداد لقصر النظر إذن دكتور يعني هي ترجع إلى عوامل جينية وليست فقط الأجهزة أو الشاشات التي نتابعها باستمرار هذه الأيام فالبداية هي عوامل جينية أفهم من كذلك البداية هي عوامل جينية لأنه في ناس بالوراثة حتى ما يستخدموا أي أجهزة ولكن يكون عندهم قصر نظر فالعامل الجيني هو العامل الرئيسي لازم يكون في استعداد طيب يعني دكتور هذا الموضوع أو قصر النظر يظهر من الصفولة يظهر من فترة المراهقة متى يظهر وهل يظهر تدريجيا أم بشكل سريع ويتطور هو يظهر تدريجيا في الغالب لكن في حالات نادرة جدا تكون سريعة فاسموها هذا الشكل المايوبيا باثلوك المايوبيا أو قصر النظر المرضي قصر النظر المرضي أنه فيه خلل في قدار العين بيكبر بتضعف بسبب الضغط بداخل العين كرة العين بتنتفخ زيها زي البالون فهذه حالات نادرة جدا وقليلة جدا على مستوى العالم إنما الشاعة الأكثر هي المايوبيا العادية اللي يسموها سيمبل مايوبيا هذه موجودة في كثير من البشر والأطفال وهذا يكون عندها مستعداد وراثي وعامل جيني فبتزيد أحيانا مع زيادة العمر لما يصل الطفل إلى 18 إلى 21 سنة غالبا بيثبت في الغالبية العظمى من الناس بسبب توقف النمو في حالات قليلة جدا تستمر إذا كان في شيء مرضي في الموضوع أو إن المريض بيحك عينه بيصير في تحده مفرط للقرانية يتحول لقرية مخروطية فيصير في عنده قص نظر بسبب الحساسية أو الحكة اللي بيحك عينه البعض دكتور يقول من أنه ما فترة المراهقة وبعد المراهقة أيضا هذا يصير في تحول في النظر لدى الشباب واليوم نقول أنه هي بسبب الشاشات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها ما الممكن أن نعمل حتى نخلق هذا التوازن لا يلبسون نظارات ولا يصابون بقصر النظر وبالتالي أيضا يستخدمون الشاشات هذا الشيء صعب طبعا هو مشكلة للناس اللي بيصير معاهم هالشيء بيصير للناس اللي عندهم استعداد وراثي اللي عندهم استعداد وراثي وقصر جيني وبسبب النمو المفرط في سن المراهقة بيصير أحيانا زيادة في قصة النظر في الفترة الفترة هذه محتاجة بس أن الأطفال يقمنوا من موضوع استخدامها من الإجهزة الإلكترونية يكون فيه رقابة أسرية على الأطفال يصير في تمارين للعين يعني لا التمارين للعين هذه في حالة أن المريض عنده قزم من الحوالة وعنده بعد النظر يعني بعد النظر اللي العين حقهم قصيرة وعندهم شيء بالزائد بالموجب يعني مش بالسالب بالناقص الميوبيا هي عبارة عن علامة ناقص بعد النظر يكون بالزائد فهذا اللي بنعدي لهم تمارين عسل ما يصير عندهم كسل أو يصير عندهم الحوال لكن الميوبيا ما لهاش تمارين معينة بالعكس هو الرديل لما يشوف الشاشة بدم رنعينه طيب دكتور يعني في سن الطفولة قد تظهر هذه المشكلة ويصاب الطفل بقصر النظر كيفية التعامل في هذا الموضوع يعني نلبسه نظارة متابعة هذا الموضوع بشكل دوري وعنده باللغة يعني 18 سنة ممكن نعمل معي في علاجات أخرى يمكن أن تسابعها في علاجات طبعا الفحص الدوري مهم جدا لهذا الأكاديمية الأمريكية العيون توصي بأن الطفل يفحص عند بلغه ثلاث سنوات وقبل دخوله للمدرسة وطبعا حسب كل حالة يتم متابعتها مع طابب العيون كل سنة كل سنتين طبعا عن سنة 18 وال21 ثم في سنة 40 هذا الروتين المفروض أنه واحد يتبعه في الفحصات بالنسبة للعيون المتابعة الدورية للناس اللي عندهم بقص نظر مهمة جدا لأنه لما تكبر العين بيصير في ضعف في أطراف الشبكية قد تؤدي إلى انفصال الشبكية ولهذا الفحص الدوري مهم بحيث نحن نكتشف لو في أي ترهولات أو ثقوب صارت في أطراف الشبكية نلحمها بالليزر الليزر بيعمل زي الكي يلحم الطبقات مع بعضها فيمنع الانفصال فهذه أهمية المتابعة الدورية مع طيب العيون والعلاجات الدكتور بعد الثمانة عشر سنة بعد الثمانة عشر سنة هناك الخيارات متعددة يعني من ضمنها تصحيح النظر بالليزر أو زراعة العدسات طبعا حسب كل حالة وإذا كان الشخص مناسب بعد فحص القرنية إذا كانت القرنية سليمة ومتماسكة وسماكتها كافية للأخطاء البصرية للرقم أخطاء البصرية اللي عنده المريض بيتم من الطبيب نصح المريض بعمل الإقراءة الجراحي أو الليزر حسب وضع العين بما يكون آمن لمصلحة المريض طيب نذهب إلى سئلة المشاهدين دكتور هي سئلة عامة صباح الخير ما هو جفاف العين دكتور وما هو علاجه جفاف العين هو قلة إفراز طبقات الدموع المختلفة سواء المائية أو الزيتية وغالبا الزيتية هي التي تمثل 80 إلى 90% في البشر وتحدث غالبا بعد الثلاثين وخمسة وثلاثين سنة لا تحدث في الأطفال طيب السفسر آخر ما كملناش موضوع على علاجات الليزر إذا حابين تدخل في تفاصيل علاجات الليزر يتفضل سريعا دكتور قص النظر طبعا حدث الطفرة في علاجات الليزر ففي الليزر السطحي والليزيك والألتراليزيك والسوبرليزيك ثم أخيرا الإسمائل الإسمائل هي أحدث تقنية طبعا من الليزر السطحي كان هناك في عتامة فالعلماء اتجهوا إلى الليزيك بأنه عمل شريحة في القرانية بحيث أن يتغطي الجرحة التي صارت بالليزر فيمنع تكون العتامة على القرانية طلعت لها بعض المضاعفات بأن الشريحة هذه ممكن تحرك من مكانها ممكن تصرف تحتها نمو خلايا فأتجه العلماء إلى تقنية حديثة بحيث أن الإسمائل أنه فتح عبارة عن 2 ميلي مقارنة بعشرين ميلي في الليزيك فيضل الإسمائل تعتبر أفضل تقنية بسبب أن القدار العين متماسك لم يتم قطع القرانية ولم يتم قطع العصاب التي تؤدي إلى الجفاف وتظل القرانية متماسكة أكثر وتسير وتصلح للأطفال أو للشباب الذين عندهم ضعف في سماكة القرانية ممتاز نرى السفسار آخر دكتور من المشاهدين دعونا نرى شباب هل استخدام القطعات المرطبة للعين أي أخطار في أثار جانبية دكتور لا القطعات المرطبة هي عبارة عن دموع صناعية معمولة بدرجة مضم عينة عبارة عن مياه وملح فما في أي منها أي خطورة لإستخدامها سؤال جديد دكتور أسباب انقباضات جفن العين المتكررة وكيفية علاجها انقباضات جفن العين المتكررة قد تكون بسبب الإرهاق الزائد سواء سهر شرب الكافيين الزائد التهابات على حفة الجفون فهذه صحة أن تزور طبيب العيون فيتم فحص جفون العيون فإذا كان فيها التهابات بيختخذ الدواء اللازم مع التنظيف المواد التي ينصح فيها لتنظيف حفة الجفون إذا عليها ترصبات دهنية أو أي التهابات عند التخليع نظارات الطبية باستخدام اللازر هل هي ناجحة لكل الأعمار والحالات أم يصيبها الفشل في بعض الحالات مع الاختيار المناسب لعمليات اللازر هي ناجحة بنسبة كبيرة جدا عالية جدا توصلها 98 إلى 99% طبعا الطبيب العيون هو الشخص المناسب الذي يختار الطريقة التي تم فيها علاج المريض حسب وضع العين وحسب قصه النظر اللي عنده المريض في حالات يكون يشوبها الخطر إذا كان عندك ضعف في القدار القرنية القدار القرنية غير مترابط بطريقة كافية يتحمل أضعافه بالليزر لأن اللازر يضعف قدار القرنية والعين داخلها ضغط فإذا صار في ضعف قدار القرنية القرنية تنبعي إلى الأمام وتصير جاء الشكل المخروطي وهذا يسمى القرنية المخروطية طبعا درجات زي ما قلنا الإسمائل لا يوجد قطع بالليزر فالإسمائل أكثر تماسكا وما في قطع العصاب لا يوجد قفاف هذه ميزة الإسمائل عن اللازك والليزر العلم تطور طبعا كل مرة تطور البرمجيات والتقنيات حيث أنها أصبحت آمنة جدا وتعتبر من آمن الجراحات في عالم الطب دكتور أمين صالح السليم استشاري طب وجراحة العيون شكرا جزيلا لك شكرا شكرا